مخاوف ضعف الطلب على الوقود جعل أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى لها هذا العام خام برينت استقر فيما يقارب 78 دولار وهو أدنى مستوى إغلاق مسجل هذا العام بينما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي وصل إلى حدود 73 دولار للبرميل في تراجع إلى مستوى منخفض جديد هو الأقل خلال عام كذلك وبينما تراجعت مخزونة الخام الأمريكية الأسبوع الماضي ارتفعت مخزونة البنزين مما فاقم المخاوف حيال تراجع الطلب وذلك بسبب التباطع الاقتصادي يأتي هذا بعد أن فرضت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر قيودا جديدة تستهدف صادرات النفط الروسية